خصوصاً القطاع للتعليم سوف نفتح قوس لنقول سيد رئيس حكومة في ميلف ديال التعليم لا أستطيع أن نظر فيه ولكن أقول لك سيد رئيس حكومة أردت لماذا تقرروا في المغرب وفي غزة غزة لأننا في هذه الحرب مناسبة لنسلكروا العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة والمسألة الثانية في المغرب ماذا تريدون أن تسحبوا النظام الأساسي؟ كون سحبتها كل الأمور مزيداً المسألة الثانية سيد رئيس حكومة مدام أنكم تراجعون للنظام الأساسي دخلوا القضية للتعويض على المناطق النائوية الصعبة في النظام الأساسي لكي تشجعوا التعليم في المناطق القروية والصعبة المسألة الثانية سيد رئيس حكومة صحيح 60 رجال للتعليم 1500 درهم وهذا جيد مهم وهذه بقي كنسالوك 1000 درهم وعدت 2500 درهم تمنوا على أنكم تكملوا كنسالوك لأن 2500 درهم ونعتقد أنكم تخيط ضربة ربما ترونها ثانياً هذه الزيادة في الأجور لو كانت سيد رئيس حكومة خرجت مع المرسوم لم يكن أعتقد أننا سنطحوا هذا الناس خرجوا غوته تدروا الإضرابات عدد بيتهم من مطالبهم وهذا كل ما يدروا الإضراب رأيهم أولادنا وخوتكم وليس عدميين وليس عدميين وليس عدميين وليس عدميين هذه نسبة النجاح فق 90% يجب أن نقلب على حلو لا أعجب أن يكون كلاماً سيد المستشار أكمل بدون توجيه قضية الثانية سيد رئيس حكومة قضية البطالة البطالة 13.500 صفحة في العالم القاروي أكثر بكثير ما هي حصيلة الشباب القارويين برنامج فرصة برنامج أوراش شكراً برنامج انطلاقة شكراً سيد المستشار شكراً لا شكراً شكراً